نعم اليوم برأيك هذه المعناء المتفاقمة سيد عمر كيف ستؤثر على ما يقال إنها مفاوضات مرتقبة بين الجيش السوداني وبين ميليشيا الدعم السريعي يعني برأيك هل يكون هذا عامل ضاغط قوي على الحكومة السودانية أنا أقول لك شيء يعني حتى رئيس الدولة الفتاح البرحان إذا أراد أن يعني يميل إلى البفاوضات فإن الشعب السوداني الذي يرضى لأن الشعب السوداني يعني ضاغ الأمرين لهذه الميليشيا وهي متمددة فكيف يمكن أن يعني كيف يمكن أن يرضى لها أن تحكمه بعد ذلك يعني هذا هذا أمر يعني نحن كسودانيين لن نرضاه والشارع السوداني لن يرضاه وحتى يعني المجتمعات للقريبة مننا إذا كم سؤالهم فلن يرضوا أن يخكم السودان الدولة الدولة العريقة الدولة ذات الشيادة بأوباش كم تجميعهم من ثمانية دول حتى يأتوا وينهبوا هؤلاء الناس نهبوا كل الشيء وكما قال أحد الزملاء الصحفيين أنهم ينهبون حتى شاحن الموبايل إنهم يقولون مجملا ولا يجبون شيئا ينهبون حتى حليب الأطفال ينهبون حتى شاحن الموبايل ينهبون حتى بقية الجنيهات التي يجبونها في جبل الإنسان فما بالك إذا تم التفاوض معهم فيكونوا نهبا بالطريقة القانونية فأنا أعتقد أن كل وسارات التفاوض تنصب في مكان واحد فقط لا بديلة لجدة إلا جدة جدة لأنها نصب على أن يخرجوا من الأعيان المدنية من ملاذ المواطنين هم لا يريدون أن يخرجوا من الأعيان المدنية من المواطنين فكيف يمكن أن نعمله وهم موجودين في منادلنا أنا الآن شقة هي وليس شقة إنما عمارة كنت أقوم فيها أنا وعدد من الأسر هذه العمارة الآن يسهلون بها ونهبوا سيارتي إذن كيف أرضى لهم أن يتفاوضوا وأن يبقوا في منزلي ويبقوا عندهم سيارتي فليعيدوا لي سيارتي وشقةي ويعود لي الأمن ووظيفتي مكتبي الذي خرجت منه يوم 13 إبنال يوم الخميس لم أدخله حتى الآن مكاتباتي بغية أوراقي بغية مسترداتي التي في المكتب لم أرها حتى الآن وكذلك عندما أخرجت من منزلي تركت منزلي والله الذي لا إله إلا هو تركت حليب أبطالي داخل التلاجة أنا إذا لم أعد إلى هذا الحال ولا يستطيع أحد أن يعيده لي فلن أرضى أبدا أن يكون هناك تفاوض حتى ولو أدى الآن مشرد إذن الموت أيسر عزي من أن أعيش مشردا بهذه الطريقة داخل وطني وهناك أوباش لا يعرفون السودان ولا يعرفون السودانيين ولا يعرفون أصلا ما هي الوطنية والمواطرة وهم أصلا لا يعرفون السودان يعني هم يقولون أن لقد تم سجميعنا من مالي ومن الليجر ومن نيجيني ومن تشاك حتى نلحب إلى عاصر في السعودية نعم سيد عمر الكردفاني الحقيقة نعم